شكرا لكم يعطيكم العافية أنا أعتقد أنه زميلنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فادي علامي عمل مؤتمر صحفي وحكي بصفة رئيس اللجنة أنا أريد أحكي انطباعاتي وموقف السياسي اللي بمثله طبعا الاجتماع الذي عقد مع مديرة شؤون الأونر والدكتورة دورثي كلاوس كان اجتماع مفيد وملفت ولكن كان إلى حد ما يشي بمخاطر كثيرة كلنا بنعرف بأنه ما يجري من محاولة لتجريم الأونروا باتهامات والدعاءات كاذبة من قبل العدو الإسرائيلي هو سياق لا ينفصل عن ما يجري بحق الشعب الفلسطيني ما جرى وما سيجري لاحقا نرجع بس نتذكر شوي أنه نحن الكل اللي يشتحت وهم أنه الأونروا عليها مسؤولية أنه تثبت حيادية والأونروا تحت ضغط كبير وتحت نيران الاتهامات من قبل العدو الإسرائيلي وغيرهم الأطراف الدولية تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية التي للأسف لا تتركوا فرصة لدعم العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني إلا ولا تستغلها أحسن استغلال أولاً الادعاءات والاتهامات بحق الأونروا بلشت مع مؤلف أفلام إسرائيلي اخترع رواية بأنه في 12 موظف من موظفي الأونروا شاركوا بهجوم 7 أكتوبر بفلسطين عم نحكي إذا كان صحيح وهو أعتقد ربما يكون غير صحيح عم نحكي عن 12 موظف من أصل طلب 11 ألف عامل مع الأونروا بيغزي 12 ما قدروا أن الأونروا بالتحقيقات طبعهم يثبتوا شيء لأنه قسم منهم تم قتلهم من قبل العدو الإسرائيلي وقسم آخر اختفى يمكن يكون كمان بعداد المفقودين أو الشهداء الـ NIC اللي هو وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية مش المخابرات المركزية وكالة أو مجلس الأمن الاستخباراتي الأمريكي بحد ذاته قال أنه هذه الاتهامات شكك فيها الأونروا بحد ذاته أعلنت بأنه هناك موظفين من الأونروا تم التحقيق معنو تعذيبهم من قبل العدو الإسرائيلي وتم إجبار على قول الأمور غير حقيقية في مسألة ما جرى إذن الذي يجري هو من مسألة إدارية ولا مسألة قانونية ولا مسألة إجرامية هو حملة سياسية كاذبة منظمة تهدف إلى تدمير الأونروا وليس فقط تدمير الأونروا تدمير مهمة الأونروا وتدمير الأساس القانوني الذي قامت عليها الأونروا بأنه هناك لاجئ فلسطيني وهذا اللاجئ هو مسؤولية المجتمع الدولي مسؤولية الأمم المتحدة والهدف الأبعد هو نزع صفة اللاجئ عن الفلسطينيين الموجودين خارج فلسطين وبالتالي إسقاط هذه الصفة وإسقاط حق العودة وهذه المحاولة أو هذه الحملة الكاذبة تهدف فيما تهدف إلى ما يجري اليوم من محاولة تهجير جديد للفلسطينيين يعني الغريب أنه نحن الحملة عارتصير بوقت أنه إسرائيل ومعها أطراف أخرى تخطط لتهجير قسم كبير من الشعب الفلسطيني أولا هذا الأمر بالتأكيد مرفوض ويجب مواجهته ولكن أيضا بالمعنى اللبناني استمعنا من مديرة الأونر وأنه تمويل فقط الموجود هو إلى آخر شهر حزيران وهذا أمر جلل ينبغي التوقف عنه اليوم نحن في خضم التعامل مع قضية النزحين السوريين ومش عارفين كيف بنتعامل معه ولا عارفين إذا بدنا نوصل إلى يجري الحديث على أنه ممكن أنه اللاجئين النزحين اللاجئين الفلسطينيين ممكن أنه يتوقف التمويل لإلهم عم نحكي عن تمويل سنة ومئة وعشرة مليون دولار كانت تحصل عليهم الأونروا من الموازنة العامة لذلك لذلك فقط ما أريد قوله أنه مستقبل الأونروا على المحق مستقبل الأونروا في لبنان على المحق وهذا أمر يقتضي التعامل من قبل لبنان دبلوماسيا معه بمسؤولية كبرى بالتأكيد موقفنا كحزب هو دعم للشعب الفلسطيني دعم للأونروا بصفة القانونية في كل ليس فقط بلبنان بلبنان وبالأردن وبفلسطين وفي كل الدول الأخرى فقط ما أتمنى على بعض الفصائل الفلسطينية وعلى بعض وبكل محبة ود وعلى بعض فصائل المقاومة الفلسطينية التعامل بحكم مع الأونروا في لبنان لأنه بالتأكيد التأييد الفلسطيني تأييد الشعب الفلسطيني للمقاومة الفلسطينية المحقة والمشروعة هو حق وهو واجب لكل فلسطيني ولا يجب أن يكون عائقا أمام أي مكتسب أو أي تقديم ممكن أن يحصل عليه من الأونروا أو من غيره ولكن أيضا الحكم تقتضي بعض العقلانية في التعامل مع الأونروا في لبنان لأنه لا يجوز ولا أعتقد بأن الفصائل الفلسطينية تقبل بأن تكون الأونروا في نفس الوقت تحت نيران العدو الإسرائيلي وفي مكان آخر أيضا يكون هناك اتهامات بحقها أو حملات عليها من قبل بعضنا نحن في الضفة ضفة الشعب الفلسطيني والشعب العربي شكرا ترجمة نانسي قنقر